أهلاً أصدقائي أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة اليوم سأتكلم على نوع فيزا جديدة عملتها حكومة إيرلندا للنس لموجودين خارج أوروبا للسفر إلى إيرلندا والعمل فيها اسم هذه الفيزا Critical Skills Employment Permit كما تشاهدون أمامكم الفيزا موجودة في الموقع الرسمي الحكومي لإدارة الهجرة الإيرلندية سنتعرف على هذا النوع الجديد للفيزا وسأشرح لكم كيفية التقديم وكل الأوراق المطلوبة اعمل لايك للفيديو كدعم للمجهود وإذا كنت جديد في القناة اعمل اشتراك ليصلك كل جديد حول فرص الهجرة والعمل في دول العالم لنتعرف أول شيء على مميزات هذه الفيزا أولاً لا توجد شروط خاصة بالعمر لا يوجد سن محدد ثانياً لا توجد امتحان اللغة لا يوجد شرط اللغة مطلقاً ثالثاً مش مطلوب منك حساب بنكي يعني تستطيع التقديم بدون ما تعمل كشف للحساب البنكي رابح حاجة إلغاء شرط الليبر ماركتس سأشرح لكم حكومة إيرلندا كانت تشرت على أصحاب الأعمال في إيرلندا يثبتون الحكومة أنهم بحثوا على عمال في إيرلندا ولم يجدوا أي شخص يشتغل في هذه الوظائف بهذا يستطيع ساحب العمل يجيب ناس تشتغل معه من خارج إيرلندا لكن لكن في الفيزا الجديدة هذا الموضوع تم إلغاءه يعني أصبح ساحب العمل يجيب ناس من خارج إيرلندا ويشغلهم معاه بدون مشاكل وهذه الميزة ما كانتش موجودة من قبل خامس ميزة في هذه الفيزا وهي المرافقين كما تشاهدون أمامكم يقول لك تستطيع أن تأخذ زوجتك وأطفالك بكل سهولة وتقدم لهم معك بنفس الاستمارة أيضا تستطيع زوجتك العمل في إيرلندا وتحصل على تصريح عمل مجانة يعني زوجتك تنجم تشتغل في أي وظيفة في إيرلندا بكل سهولة أيضا أولادك يمكنهم دخول المدرسة مجانا إذا كان أقل من 18 سنة ومدة الفيزا سنتين وبتأهلك للإقامة الدائمة يعني أنت ستسافل إلى إيرلندا بهذه الفيزا إما مع عائلتك أو وحدك وتعيش سنتين بعد سنتين بنفس نوع الفيزا تستطيع التقديم على الإقامة الدائمة تلقائيا وبعد خمس سنين من العيش في إيرلندا تستطيع التقديم على الجنسية الإيرلندية يا ترف الهيلب أنا قدمت على هذه الفيزا كم ستستغرق الإجراءات من وقت كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسم الإيرلندي الإجراءات ستأخر 12 أسبوع يعني ثلاث أشهر يعني أنت ستأخر الفيزا بعد ثلاث أشهر من التقديم هل أقدم على هذه الفيزا مجانا أو لها رسوم كما تشاهد أمامك يقول لك رسوم الفيزا 1000 يورو لكن لو الفيزا اترفضت لقدر الله سنعيد لك 90% من الفلوس يعني 900 يورو من 1000 يورو طبعا في حالة تم رفض الفيزا ما هي شروط هذه الفيزا؟ ركزوا معي جيدا في هذه النقطة لأنه لا أحد سيشرح لكم بهذه الطريق حكومة إيرلندا قسمت قائمة الوظائف بزوز قيمات قائمة وظائف مطلوبة في إيرلندا وقائمة وظائف غير مطلوبة في إيرلند يعني شروط الفيزا تعتمد على قائمة من القايمتين هارم هل أنت وظيفتك في قائمة الوظائف المطلوبة ولا في قائمة الوظائف غير مطلوبة؟ يعني أنت في كلا الحالات نجم تقدم على الفيزا سواء وظيفتك في قائمة الوظائف المطلوبة أو وظيفتك غير موجودة في قائمة هذه الوظائف نجم وتقدر والفرق من بنيتهم هو الشروط لكن لكل قائمة شروط معينة سنتعرف عليها لكن قبل هذا خلينا نعرف نوعية الوظائف المطلوبة كما تشاهدون أمامكم سأترك لكم رابط هذا الموقع في صندوق التعليقات حتى تبحث على وظيفتك أو اختصاصك لأن هناك الكثير من الوظائف المتنوعة مثل المهندسين كما تشاهدون مهندسين مدني مهندسين موقع مهندسين ميكانيك مهندسين كهرباء مهندسين معميري التقنيين في مجال العمارة والمدراء في مشاريع البناء من الآخر مطلوب كل أنواع المهندسين لو شفنا الوظائف المطلوبة في القطاع التكنولوجي سنجد الويب ديزاينر الويب ديفلوبر السوفت وير ديفلوبرز وهكذا 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 لو شفنا القطاع التببي مثلا ستجد مطلوب مميرس عام الأتباء النفسيين السيادلة مسورين أشعة متخصصين العلاج الإشعاعي التقنيين في الأوعية الدموية مطلوب أيضا أخصائيين الجهاز الهضمي وأتباء العمود الفقري وهكذا 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 ستجد أيضا وظائف التعليم وظائف الأنشطة البدنية مدربين مجال البزنس وهكذا وهكذا من الوظائف حتى لا أطول عليكم في الفيديو يمكنك البحث عن وظيفتك بنفسك حسنا نفرض أنك وجدت وظيفتك في قائمة الوظائف المطلوبة ستحصل على ميزة جيدة جدا هي مش مطلوب منك أي سنين خبرة يعني تستطيع التقديم وأنت سفر خبرة طالما وظيفتك موجودة في قائمة الوظائف ولكن يكون مطلوب منك ثلاث شروط أول شرط عقد عمل من أي مؤسسة في إيرلندا في وظيفتك المطلوب ثاني شرط يكون الراتب اللي سيكتب فيه عقد العمل اللي بيستحصل عليه من أي مؤسسة إيرلندية 32 ألف يورو سنوين يعني تحصل شهرين عليه 2600 يورو ثالث شرط يكون معاك مؤهلاسي مناسب لوظيفتك المطلوب يعني أنت لو وجدت وظيفتك في هذه القائمة مش مطلوب منك الخبرة ولكن سيكون مطلوب منك ثلاث حاجات فقط عقد عمل الراتب بتاع العمل اللي يكون 32 يورو سنوين ويكون معاك مؤهل دراسي بناسب لوظيفتك المطلوب هذه النقطة واضحة نذهب الآن للنوع الثاني لو أنت وظيفتك في قائمة الوظائف الغير مطلوبة تستطيع التقديم لكن الشروط مختلفة عن النوع الأول سأترك لكم رابط الوظائف الغير مطلوبة في أول تعليق لو وجدت وظيفتك في قائمة الوظائف الغير مطلوبة تستطيع التقديم بدون شروط الشهادة الدراسية يعني مش مطلوب منك إثبات مؤهل دراسي مناسب لوظيفتك لكن سيكون مطلوب منك ثلاث شروط أولاً جيب عقد عمل في وظيفتك الغير مطلوبة من أي مؤسسة في إرلند ثانياً يكون الراتب السنوي 64000 يورو ثالث شرط يكون معاك خبرة في مهنتك الغير مطلوبة باختصار في النوعان يجب أن تحصل على عقد عمل من مؤسسة إرلندية سوى وظيفتك مطلوبة أو غير مطلوبة الفرق فقط في الخبرة والراتب السنوي يا ترافلهيل من أين سأحصل على عقد العمل الحكومة الإرلندية عاملين موقع توظيف خاص بإرلند مثل ما مكتوب أمامك على الشيش سأترك لكم رابط هذا الموقع في صندوق التعليقات تدخل له وتقدم على كل الوظائف المتاهة حتى تحصل على عقد عمل يعني جهز السيرة الذاتية الخاصة بك على الطريقة الإرلندية وأنا سأترك لكم رابط من حكومة إرلندا يقول لك كيف تقوم بعمل سيرة ذاتية إرلندية حازنا بعد ما تجهز السيرة الذاتية الخاصة بك تجهز خطار تحفيزي تكتب فيه أنك تقدر تسافر ببساطة لإرلندا عن طريق الفيزا الجديدة من غير ما صاحب العمل يحتاج أنه يمشي للحكومة الإرلندية للموافقة عليك وحتى تثبت هذا الأمر تقوم بإرسال رابط هذه الفيزا مع الخطاب والسيرة الذاتية يعني تعمل سيرة ذاتية وقبل ما تبعثها في الإيميل تكتب خطاب تحفيزي تذكر مميزاتك وتقول فيه أنه تستطيع التقديم على الفيزا بكل سهولة من غير ما يضيع ساحب العمل وقته في الذهاب للحكومة الإرلندية ويطلب منهم يوفق عليك وتضع معهم رابط الفيزا هذه وبالتالي ساحب العمل كيشوف طلبك سيجد رابط الفيزا سيدخلها ويتأكد أنه يستطيع تشغيلك معه بطريقة سهلة فقط يرسل لك عقد العمل وكي يوصلك عرض العمل تدخل على الموقع الرسمي للفيزا أونلاين وتقوم بالتقديم على هذه الفيزا بعقد العمل الذي حصلت عليه يعني التقديم على الفيزا أونلاين عبر الإنترنت أنا سأترك لكم رابط الموقع الرسمي للفيزا مع بقيت الروابط في صدوق التعليقات المثبت تحت أسفل الفيزا كما قلت لكم في أول الفيديو هذه الإجرائيات ستأخذ ثلاث شهور بعد الفيزا تطلع وتسافر بها إن شاء الله أكون قد وصلت المعلومات لكم بشكل صحيح لا تنسى اللايك للفيديو وإذا كنت جديد في القناة أعمل اشتراك ليصلك كل جديد بالتوفيق للجميع